الخبر ده مهم جدا للملاك والمستأجرين وبيحتوي على أربع شروط مهمة جدا الخبر من اليوم السابع وتكتب النهاردة يوم الثلاث اثنين مارس 2021 عنوان الخبر أربع شروط لتقليل مدة عجل الإيجار من تسعة وخمسين سنة لثلاث سنين التفاصيل تقليل مدة عجل الإيجار من تسعة وخمسين سنة لثلاث سنين سؤال يشغل الكثير من المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم طبقا للقانون اليوم السابع يوضح في هذا الفيديو رأي القانون في تلك الحالة والحالات التي يسمح فيها بتقليل عدد سنوات الإيجار يقول المحامي خالد محمد إنه ورغم وجود العقد المبرم بين الطرفين على أن تكون مدة الإيجار تسعة وخمسين سنة إلا إن هناك حالات يتم فيها تقليل تلك المدة إلى ثلاث سنين أو سنة واحدة طبقا للقانون طب تعالوا نشوف إيه هي الحالات أضاف بتعين أو يتعين على المستأجر الوقوف على صفة المؤجر فإذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي كالوكيل أو الشريك على الشيوع أو الواصي أو الحارس في أن القانون منح أولئك بتحرير العقود أزيد من ثلاث سنين وفي هذا الحالة أو في حالات أخرى سنة واحدة مثل الواصي وبالتالي يحق للأصيل أن يقيم دعوة قضائية يطلب فيها إنقاس مدة عقد الإيجار إلى ثلاث سنين أو سنة واحدة كما أضاف المحامي بالنقض إن الحالات التي يتم فيها إنقاس مدة العقد من تسعة وخمسين لثلاث سنين هي واحد الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب اتنين الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع تلاتة الإيجار الصادر من الحارس القضائي أربعة الإيجار الصادر من الواصي في الأراضي الزراعية وسنة واحدة في المباني لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم المزيد من الأخبار الحصرية وما تنسوش تدعموا المقطع بلايك ترجمة نانسي قنقر